دي احلى ديسكوشن عملناها غالبا. والله يا حسن انا احساسي الشخص ان احنا كل ديسكوشن بنعملها بتبقى هي الافضل على الاطلاقها. علشان احنا عملينا التطور بشكل لا نهائي. انا مش عارف هنروح فين بعد كده هنخرق السقف. حكواحب جدا. هنتكلم عن فيلم ايه? مش هنتكلم عن فيلم. ده الجديد اللي احنا بنقدمه النهاردة. النهاردة هنتكلم في حاجة مختلفة تماما عن الافلام. النهاردة هنتكلم عن مسلسل. وليس اي مسلسل هو مسلسل كوري. وليس اي مسلسل كوري من المسلسلات الكورية الكثيرة المنتشرة على جميع منصات العرض. والتي شاهدناها جميعا. ولكن المسلسل الكوري المتميز جدا. لعبة الحبار. انا اخترت البوستر ده لان انا شايف ان هو من اجمع بوسترات الدنيا. تأمل معي يا عزيزي المشاهد. بصوا هل هزا البوستر هو افشخ بوستر في تاريخ البشرية ولا انا بقى بالغة. البلايرز اللي هنا تبص عليهم كده ما تحسش ان في اي حاجة غريبة. والسكواد اللي هنا تبص بسرعة كده ما تحسش ان في اي حاجة غريبة بس او او او. ها ها ها. فضولي موجود في الصورة عارفين فضولي بتاع مجلة ماجد. ها ها ها. منقشة بحرية حرق. جو اهد. جو كريزي. جو ناتس ايه اكتر لعبة عجبتك. انتو ايه اكتر لعبة عجبتك? والله ايضا سؤالي وانا انا سألته لكل الناس اللي لان عارف انهم ما شافوا المسلسل ف� tal? انتو ايه اكتر لعبة عجبتكو? القزاز اسمه قزاز. ريت جرين. ريت جرين اكتر لعبة صادمة اكيد. البلي. شاف ان البيلي دي كده تقول لها دراما بس. البرج والازاز. البرج ده. عن نفسي شد الحبل. شد الحبل قد أكثر لعبة فيها لعبة الجسر الإزاز بتاعة الجسر كانت مرعبة الجسر الإزاز أنا موافق كان فيها تقلبات كتير جدا كان فيها نعكسات جمدة قوي على طباقع الشخصيات خسرنا فيها شخصيتين من التقال الودا البلطاجي والست المجنونة بس خلصت أسوأ نهاية ما بين الألعاب كلها لأن فكرة البتاع والإزاز الطار ورح قطع البت وكان سبب موتها ده مشترتهاش خالص بلإضافة لأنها جرافيكلي كمان ما كانتش حلوة ما كانتش أفضل حاجة أسوأ نهاية كانت البلي يا راجل مختلف معك تماما مين كان شخصيتك المفضلة مين كان شخصيتكم المفضلة أنتو الحج الرجل العجوز البطل البنت عشان حلوة رجل جاي يسقط مش جاي ناش مش عارفين أسامي يا عم شاور وإحنا هنفهم علي عيني يا علي ده غالبان قوي صعب عليها موت البنت اللي متت في الآخر روشة أنا عمل حجة آه ممكن والبطل البطل جامد جدا يا جمان خلونا منقللش من الراجل يعني أنا عارف أن احنا عادة أما أو أنا على الأقل مش ميال أبدا لشخصية البطل بس الراجل ده خد معنا رحلة بنت لازينة كبيرة قوي مش بسيط أنا عجبني بسرعة البطل والبنت بعدين خارجت جامعة سول لا خارجت جامعة سول ده محبتهوش خالص مفيش مشكلة في دوره بس أنت مش مفروض تحبه كده كده البنت اللي متت في تحدي البلي والبطل أنا برضو عجبتني جدا البنت اللي متت في تحدي البلي بس ما عادتش معنا كتير هي لعبت معنا تحديين بس اللي حسنا بيها فيهم عجبتك النهاية؟ آه عجبتني النهاية عجبني أن أنا كنت واخد بالي أو فهمت أن المسلسل ده مش هيخلص يعني هو من الواضح أنت ما تبنيش اللي تبنى ده كله بصوا جماعة دي حاجة حنقشها في المراجعة شويتين اللوكيشن اللوكيشنز بتاعت التصوير بتاعت المسلسل ده مرعبة مرعبة كل ما أتصور أن في حاجة موجودة على سبيل السي جي آي بس المشهد اللي بعده ألاقي في حد بيتفاعل معاها بيمسكها بيحركها بيسند عليها بيطلعها بينزلها بيعمل معرفش مين فالسيد ديزاين بتاع المسلسل ده مرعب فيه سي جي آي يعني بعد شوية بتبتلي تفهم إيه اللي مبني بالخدع التصويرية وبتاع فيه جرين سكرين كتير طبعا فيه كلام زي ده دس فيه حاجات بالهابة للدانت والحاجات دي ما اعتقدش أن استغلالها حيقتصر على موسم واحد يعني ده الإحساس اللي جالي وأنا بتفرج ده مش ممكن يكون نتعمل عشان ستة حلقات على الناتفليكس خالص يعني الـ sets ديت أو الـ playgrounds ديت احنا هنرجع لها وحنعمل فيها شغل وحنعمل فيها حاجات وكلام زي ده فبقيت عايز أو شغل بالي شوية وأنا بتفرج هو احنا هنقطع فين علشان نستمر في الموسم اللي جاي فكان خوفي أن اللعبة ما تخلصش كان خوفي أن الموضوع كله يفضل سر كان خوفي أن احنا ما نعرفش الـ identity بتاعت الفرونت مان كان خوفي أن احنا نسيب open ends أكتر من اللازم فحصل أن المسلسل حافظ جدا على أنه يقفل سكك كتير ويقفلها بطريقة مرضية على مستوى الإجابات ممكن تكون النتيجة مش عقباك ممكن تكون أنك شايف لا ما دخلتش دماغي دي لا كان نفسي النهاية مختلف ما كنتش عايز كل الدول يموتوا ما كنتش عاوز ده يتكشف ما كنتش عايز ده معرفش مين بس هو ادى لك إجابات كل الإجابات مش عقباك ده موضوع تاني وفتح أسئلة جديدة وفتح مواويل جديدة تسمح بجوالات تانية وأسئلة تانية ومغامرة تانية فالتوازن ده في تقديري الشخصي هيل بس الألعاب بتتغير يا دود ست ديزاين أنا مش بتكلم على الجيم ديزاين فرق كبير يعني فيه بلاي جراوند رحنا له مرتين بس ده بلاي جراوند فعلا يعني المكان ده بالأبعاد بتاعته بالحطة بتاعته بالكلام ده كله موجود إن أنا غير لعبة الجسر ماشي بس القوضة موجودة إن حتة الكالر في القوي المسلالم طالعة نازلة واللي بيتحركوا جواها دي موجودة فيه مشهدين بس على مستوى السي جي آي ما دخلوش دماغي مشهد الوقوع الأول في اللعبة تشد الحبل ده كان جرافيكلي تعبان شوية والإزاز غير كده والإزاز حلو بس يمكن نتيكتول الدايق تخليكوا أنت بتتفرغ ما تشتريهوش وارد يا مهدي حيرخم بعد كده ويقلب على لكاس لأ لأن يعني ممكن طبعا بس هو مبني بحيث أن هو قصة طويلة هو مش معمول على أن هو سيزن واحد وبعد كده تفجأوا بنجاحه فقرروا أن هم يكملوا هو مفتوق من منتهي نهاية تسمح باستكمال الحدود الموسم التاني في ديسمبر جبتها منين دي يلا معرفهاش ما اشترتش خالص أخو الزابط طلع فرونت مان أنا مش شايف أن احنا في إيدنا دلوقتي نحنا نشتري أو منشتريش هو ده موضوع ما تحكاش أصلا هو إزاي تحول دي ما تمش التطرق ليها ولا أعتقد إطلاقا أن النظابة مات أنتم مصدقين أن النظابة مات عشان الرجوع الحج بيؤكد على نظرية درامية مهمة جدا لازم نتفق عليها عارفين إيه هي النظرية الدرامية اللي تتكرر في المسلسلات اللي شابه دي مش كل اللي مات مات مدام ما شفتوش بيموت يبقى ماتش دي قاعدة كده أخدها يعني دي قاعدة تم إرساقها في جيموف ترونز وممكن أتعامل بيها للأبد مدام ما شفتوش بيموت يبقى ماتش لا 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 هو كان مستسلم هو كان بيلعب اللعب وقابل أنه هو يموت مش بلوت هول خالص في بلوت هول مسلسل مليان بلوت هول سيبك من ده بس مش دي مش دي اللي تراهن عليها كنت متوقع أي حدث من اللي حصل قبل ما يحصل لا المسلسل عمل حاجة عبقرية في بدايته اللي هي الحلقة التانية محدش في الدنيا توقع اللي حصل في الحلقة التانية اللي هو اه احنا متوقعين أنه فيه بول والبول ده حيستمر معنا لغاية آخر تصوتين وبعد كده حييجي واحد ويصوت لصالح استمرار اللعبة وخلصنا على كده بس اللي حصل أنه هما صوتوا الانتهاء اللعبة وبعد كده خرجنا برا الموضوع والحلقة اللي بعد كده عنوانها ذهل وإحنا كنا متصورين أن ذهل ده اللي هما حيشوفوه بعد كده في الألعاب اللي جاية طلع ذهل ده اللي هو الجحيم هو حياتهم الحقيقية فمن أول اللحظة ده أنا أصلا بطلت تتوقع يعني فكرة بقى أنك تاخد المسلسل ده على مقيس التوقع العادية اللي احنا بنقيس عليها كل المسلسلات المشابهة ونبتدي سيئين بنفس الطريقة شيلها من دماغك enjoy the ride ما تلعبش نعمل لعبة الجسز هل فكرة أنهما جابوش سيرة السنة اللي بعد انتهاء اللعبة دي ممكن تدخل في أحداث الموسم التاني لا ما فهمتش ايه السنة اللي بعد انتهاء اللعبة آه انه مرت سنة مش عارف مش عارف بس it's good note يسر ايه أجمل حوار عجبك بتاع البطل والرجل العجوز لا بتاع البنتين في لعبة البلي بتاع البطل والرجل العجوز حلو جدا بس البطل كان عمال يعيد ويزيد في نفس الكلمتين بتاع البنتين لا 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 كان كلاسي جدا كان بيحكي أصلا حدوت احنا بنعرفهاش العجوز ما كانش حيموت في لعبة يا ريس لأن في لعبة الإشارة ما كانش selected to be died طب في اللعبة بتاعت الهباب ده بتاعت القتل وفي اللعبة بتاع لما دوروا القتل في الناس في القوضة طب وفي اللعبة بتاعت شد الحبل كان في لحظات قلت فيها أنه أخوه مش لاعب وشغال في المنظمة دي خالص 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 أو بمعنى صح أنا بقولك من أول الحلقة التانية أنا كنت توقفت خالص عن أني أجاس عجباني اللعبة عجبني أن احنا عندنا في كل حلقة تقريبا أو في حلقة تعدك من غير جيمزي يا بس كل حلقة فيها جيمفيكيشن إلمنت فيها وينرز وفيها لوزرز وفيها فيفراتز وفيها أندر دوغز وفيها خناءة وفيها مفاجآت وفيها توستات وفيها مصير ماشي في سكة معينة وبيتقلب في آخر لحظة طب أنا أقعد أفضل ألعب لعبة الفنتاسي ليه ما استمتع وخلاص طب هل من المنطقي أن العجوز يختار أن اللعبة توقف مع أنه كان عايز يلعب آه منطقي لأنك مش عاوزت شيطانه أكتر من اللازم هو مدزاين لعبة وده شيء شيطاني وشرير وكل اللي أنت عاوزه في الدنيا ولكن هو عنده فلسفة فلسفة بخرتقة غير إنسانية وكل حاجة بسهو عنده فلسفة الفلسفة دي مش مفتقدة للجانب الإنساني في التعامل مع اللي بيلعبه زي محافظتهم على أن الجيم تفضل من أول لحظة لآخر لحظة ما يفقاش في حد عنده أدفنتج على التاني إن الناس ديت مظلمة في الحياة فما ينفعش نظلمها هنا وبناء عليه هم لو مقررين إنهم عاوزين يبطلوا ويبقى يبطلوا أنا مش جاي أجيبهم بالعافية أنا 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 مش فرض على حد إنه هو يلعب هنا غزبا عنه مش ضم يا ريز هو أنت الناس دي عشان كده لازم نقعد نرجع تاني الفكرة الرئيسية بتاعة الحلقة التانية الحلقة التانية موجودة عشان تفكرك بحياة الناس دي بره شكلها عامل إزاي إحنا شفنا منهم نماذج عدينا على البنت عدينا على الرجل البلطجي عدينا على الوات بتاع الجامعة وعدينا على البطل بتاعنا وعدينا على علي دول شفناهم بره حياتهم عامل إزاي وفي الآخر شفنا الرجل العجوز بشكل عابر والمفروض إن انت كمشاهد بقناعتك الشخصية توصل بسرعة إجابة السؤال هو أنهين أحسن لهم يلعبوا لعبة fair and square with odds of winning واحد على 246 ولا واحد على 256 ولا يعيشوا برا في الحياة اللي هم عايشوها واللي هو بس سك عليها دي ومعنوين لك الحلقة الراجل قال لك ده هيل عايز تعرف الجحيم من اللي بجد حياتهم الحقيقية مش اللي موجودة جوا اللعبة بس هم ما قرروا يوقفون اللعبة كان 50-50 أيوة بس الناس بطلق 50 هو اللي كان في إيده يحدد أيوة وهم عارفين كويس قوي أن الناس دي هترجع مش هم قالوا يعني في الآخر هي 50-50 وهو كان ابتدى يخلق connection أو نوع من أنواع التواصل مع الناس اللي موجودة في المكان وبالذات البطل بتاعنا ففكر شوية وهو عارف اللعبة دي بتدور إزاي من عشرات السنين وقرر خلاص امشوا بس تعالوا خليكوا فاكرين إنه ينفع ترجعوا تاني هو كان عارف إنه ما حيرجعوا تاني وحرص إنه هو يرجع البطل تاني بإنه راح قبله وقعد معاه وقاله نراجع فهو في الآخر عارف ماشي أدي فرصة تانية اللي بجد مش عايز يرجع يبقى خلص نفسك وانت هنا وفي ناس تانية كده كده حترجع لأنها مش أول مرة عالعب اللعبة دي أنا عارف إلا حيدور فيها المشتركين كانوا عارفين إنه الفائز واحد بس لأ لأن كتير منهم كانوا عملين يعيدوا ويزيدوا فكرة إن لأ إحنا ممكن نكسب مع بعض إحنا ممكن نعدي مع بعض أعتقد إن التأكد من إنها مش واحد بس دي جات لهم واحدة واحد هم عندهم فلسفتهم الجانب بتاع سواء الرجل الحج ولا الجدع ولا الكلام ده كل بكل اللي بيشتغلوا هناك عندهم فلسفتهم بس إحنا من المفترض كمجتمع نحن نبص على الفلسفة دي ونرفضها هي بترمز لشيء والشيء دوت مفيد على المستوى الدرامي لكن على المستوى الإنساني أنت مش عايز تفقد البصلة بتاعتك أكيد يا يا دود شايف الشرير خريج الجامعة ولا لأ المفترض في السيق الأحداث دي تفكرة أنك تطلع بواحد شرير واحد مش شرير معدومة ما فيش حاجة اسمها يا كده ما حستش أني أرفام في أي حتة هل ده طبيعي؟ لا يا علاوة يا أخويا والله هي مش طبيعي أنا قرفت جدا في بعض المشاهد بتاعت الناس بعد ما تقتلوا في المشاهد بتاعت تقطيع الأعضاء دي كانت صعبة عجبك المسلسل عمتا ولا قصة متكررة وكده قصة متكررة بس هو أنا قصة في الدنيا لا مش متكررة يا جماعة احنا بنشوف ميت فيلم عشان نقبل فيلم نقول دي فكرة جديدة ما شفناش قبل كده المرة دي عندنا بعض الأفكار الفرعية اللي موجودة جوة قصة كبيرة شفنا شبهها كتير قوي آخر مرة عملت عندنا كان فيلم الديزل بس يا دود ما كانش بطيق شوية في وقت الاتفاق على الفرق مثلا ما كانش فيه بطء شوية عموما لا 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 أنا شايف أنه كان فيه هو تعامل مع البيس بشكل جميل جدا احنا اولا المشهد بتاع جرين لايتس ريد لايتس ده كان حاجة صدمة كده احنا شخصيا واحنا عارفين المسلسل رايح فين ما تخيلناش انه هو ممكن يحصل بالكسافة دي بالكمية دي بالتشعيرة دي اللي هو انظر الناس ما تعرفش هي موجودة فين ومع ذلك لو تحركت ربع حركة تاخد بالنر في وشك اقاعها كان سريع يتحرك فيها بسرعة كان الهدف الاساسي انه هو يوريك هول التجربة اللي هم مروا بيها ويخلصك من اكتر من نص الشخصيات اللي موجودة عشان تركز مع البقيين بعد كده كان مطلوب ان الاقاعيها ده شوية لانك بتتعرف على كام انا عديت يا جماعة وانا بيعمل عديت سبع شخصيات من اللعيبة احنا عارفين قصتهم كاملة ان ده يتقدم بتاعه مسلسل من اول تسع حلقات كله على بعضه ومن اول حلقة انت شفت جيم وشفت ناس بتموت ومع ذلك عندك لسبع لعيبة مش شخصيات سبع لعيبة ده انجاز مش عادي ده انجاز مرعب يعني انت ملاحظ الكوريانز دايما بيحبوا يتكلموا عن طبقية ده دي الافلام اللي بتوصل لنا ماعتقدش ان كل اعمالهم كده وكمان فيلم موسى فكرة جديدة لمصر يا باشا فيلم موسى ده في حتة تانية واحنا هنخرن فيلم موسى ده بالخارة اللي احنا بنتكلم فيه ده يعني ما بقولك الناس بتلعب لعبة وبيموتوا يا رجل يطلع اخودي يا افلام هندي وبتاع لا موسى ده في حتة تانية ده نقلة في تاريخ السينما المصرية مناظر الدم كانت اوفر والاي هو مسلسل دمه ويعارف ان هو مسلسل دمه ومقدم ده للناس مش عشان يصدمهم عشان الناس بتحب تتفرج على الحاجات دي احنا عيانين يا جماعة احنا كمشاهدين للأسف ناس عيانة رأيك في اغنية فلايميت ودمونة تأوضفها في مشهد المجزر اه كلاسيك كونترست ما بين فيلنس ونان فيلنس وعندك الكونترست مش بس السمع والبصر انت عندك الكونترست ما بين ان احنا موجودين في ستب شبه البلايجراونز بتاعة العيال واللي بيحصل مجازر في الموضوع مش جديدة بس حلو ايه رأيك في الست المستفزة فشخ وملزاقة دي يا دود مستفزة فشخ وملزاقة وده كان مطلوب يعني ما كانش مطلوب منك انك تحبها خالص انا مش بلع ان الزبط قدر يقعد في المكان ده من غير ما يتقفش وانا كمان دي من الهولز هو يعني الراجل ده في مكان مصمم امنيا بالدقة دي كلها انه يقعد ده كله ويوصل للهو ووصله ويغيب عن قطه ليلة ويرجع تاني ليلة دي اه غريبة يا ماشا والموبايل اه والموبايل اللي شحنه ما بيخلصه سيزن 2 ديسمبر 22 ايه رأيك في نظرية ان الرجل العجوز ده ابو يا ديني لهم بتوع جيموف ترونز ربيعولنا هنا من بكرة ان شاء الله حتلاقي قنوات يوتيوب مسمية نفسها اسماء كوري ولبسين للبتاع البينك ولا البتاع المعرفش مين والخزم ومربعات ولا دواير وانقضيها نظريات هم دول بقى اللي ممكن يكرهوني في المسلسل فعلا الرجل العجوز هو الازورة هاي بالزبطة هل الرجل العجوز تعاطف مع البطل في لعبة البلي وكان عاوزه يكمل اه شايف المسلسل يستحق الدجة دي كلها مسلسل في تفوق في عناصر كتيرة جدا اكتر من المعتاد مؤخرة مع الوضع في الاعتبار انه هو مسلسل تجاري وعناصر التسلية اللي فيه مرتفعة جدا اخر لعبة كرويتت ولا نبي تهيألي اما اظنش انه كان فيها مساحة الاكتر من كده والله انا اختلف معك انا شايف ان كنت عايز البطل يرجع ولا يركب الطائرة في الاخر كنت عاوزه يركب الطائرة طبعا وعشان كده كان لازم يرجع ومال حاستفزونا ازاي فيه حاجة ما اختنعتش بها في المسلسل كتير قوي منها موضوع الزابط ده بس مفيش هولز مؤزه اللي هو طول ما انت عملت تفرج خلاص ما بقيتش قادر تشيلها من دماغك وبوزت الدنيا ومش حعرف اعديها مفيش كده مفيش حاجة زي كده دايما انا دايما بقولك لما يبقى فيه عيوب معينة وبالتحديد في المنطق بتعطي دور على الروورد طب هي المكافأة بتاعتي على اني بفكر اكبر دماغي ايه فتلاقي مكافأة كتير جدا بقى تلاقي العاب واكسايتمنت وتلاقي دراما وقرارات صعبة وتمثيل حلو مرعب وار دايريكشن هايل وانها محترمة تسمح بالاستمرار فاقولي خلاص ماشي انا قررت اكبر دماغي هل فيه جزء في المسلسل حسيت انه ملائم قوي او زيادة عن اللزوم يعني اتخلقت عشان الدنيا اتخلقت عشان الدنيا تمشي لا يعني انا انطباعي الاول ان ما فيش حاجة ما عرفش يمكن ان رقم 29 بالتحديد يطلع مشارك في الخطة بتاعة التجارة في الاعضاء ما عرفش بس لو تسألني على انطباعة اول ما عنديش خبير الازاز لا خبير الازاز خبير الازاز من الاول انت لما تعرفش وهو مخبي شايف المسلسل رايح فين الموسم الجاي شايف حاجة شبه شايف استدعاء للمنافسة مرة اخرى شايف ان هو هيخش الجيم كبلاير شايف ان احتمال الزابط يكون موجود بشكل او باخر ان هو هيخش الجيم راخر كبلاير وشايف ان هما الاثنين حيتعهدوا مع بعضه وشايف ان الجيمز المرة اللي جاية مش هتكمل يعني شايف ان المرة جاية فيه جيم بتسألنش ازاي هتحصل يعني بس المرة جاية فيه سيزن فيه سيزن في اللعبة في السكويت جيم وهو موجود جواها ومش هتكمل حاسبني على التوقع ده ما تحاسبنيش على اي حاجة تاني المرة دي مش هتكمل المرة دي الموضوع هيبص في نص دود ما تنساش ان الزابط بقى تصوروا الفيديوهات حقا نحن لقى نعلم احنا ما نعرفش اذا كانوا طلعوا ولا ما طلعوش ليه مش عربي طالما الانجليزي مش اللغة الاصلية عشان فيه characters في المسلسل بتتكلم انجليزي فحسيت ان انا عوز ابقى consistent شوية مع النيرتفت بتاعهم وعشان انا بحس ان يعني الترجمة الانجليزية تبقى ترجمة نتفليكسي فبحبش اخد من نسخة من نسخة من نسخة فاهم قصدي يعني انا مظنش ان العربي من ترجم من الكوري انا اظن العربي من ترجم من الانجليزي فانا اخد نسخة من نسخة بدل ما اخد نسخة من نسخة من نسخة توقعت ان الحاجة هو الماستر لأ ولما شفته ديقت قلت دي هندي بزيادة بصراحة بس بعد كده اشتريت يعني او اشتريت ان احداثنا هندي الى حد كبير كلها على بعضها المهم هي الترمز ليه والمهم في الوسط انت تسليت ولا لا يا مشاهد اقول الحق ايه تسليت ولا لا ما نظنش ان الصور عملت حاجة لان اللعبة استمرت بعدها بسنة فعلا او ممكن نرجع للنقطة بتاعت حسن هل احنا مرة الجاية لما نيجي نتفرج هنعدي على السنة دي ولا لا اوه تبقى جامدة فاشخة دي يا جماعة تخيلوا 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 الموسم اللي جاي يبقى على السنة اللي وقعت مننا والنهاية تبقى ريسينك مع البطل بتاعنا والزابط والنتيجة بتاعت الموسم اللي احنا ما شفناهوش تبقى جامدة دي يا دود روح ساعدهم في التأليف مساعدش حد انا هتضان على المجتمع شكلك هتقول اللي هيحصل يا دود زي لكاس لا بس انا كده عملت رهنين فهنا مش عارف رهن على انهين فيهم لا انا حراهن على الرهن الاول الجيم هتكمل هتتعمل تاني البطل بتاعنا هيكون موجود فيها ومش هتنته ده الرهن بتاعي وده ويكون ده تفسير انه السنة مشافش بنته لا هو مش حابقى هو موجود خالص يبقى انا احنا لو على السيناريو اللي احنا بنقوله ده احنا مش حنشوف من الشخصيات اللي احنا نعرفها في السنة دي الا شيت ده يبقى الحج لسه عايش انت واخدين بالكو في السنة دي الحج لسه عايش دام دام دات ود بي جود يبقى حنشوف في السنة دي راوند وهو موجود فيها يعني مش حنشوف من الشخصيات اللي نعرفها غير الحج والفرونت مان ويمكن الضابط امبارلل او سمتنج وبطلنا مش حيظهر غير في اخر حلقة بس كمان مرة انا مش عايز اراهن الراهن ده انا عايز اراهن الراهن كتين بس تبقى جينيس تبقى جانب ده اوي والنبي بلاش تايم لاين جسمي باز ارجوك هتقول لي تايم لاين هروح عمل دليت للمراجعة هخش على الفايل دليت ودلوقتي اكتر من مثل عجب كلهم جمدين كلهم جمدين جدا 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 مستوى التمثيل في المسلسل كله طب الطب ايه حكاية الشعر الاحمر اللي عمله في نفسه ده بالنسبة لنا احنا ده رمز لتغيره الشخصية ودخله في مرحلة جديدة بس اعتقد انها في ثقافة الدراما الكورية بتعني حاجات تانية انا مش مرتبط بيها فما قدر شافتي فيها المسافة كبيرة في واحد حاول يعمل كده في واحد ما كانش بيقف في واحد حاول يخدهم تاك 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 وبنت لازين برضو من التوستات الزكاية في الموضوع بس المسافة كبيرة فانت لازم تعمل مش اشتريتها يعني بصراحة ده حيبقى بقى احنا ممكن نعمل بريكول لازاي الجيمز دي اتعملت سيزن فور اسمع مني بقى ده سيزن فور نرجع تاني بقى لسنة معرفش 85 ولا 86 ونشوف الجيمز دي اتعملت ازاي الجيمز اتعملت من نتفرج على اللينك ده تاني نشوف هو ازاي اصلا وصل من مرحلة الفقر لمرحلة الثراء ومن مرحلة الثراء لمرحلة الملل ومن مرحلة الملل لمرحلة تقابل الافكار مع اخرين وازاي يتمول وازاي يتعمل واول جيم حصلت ازاي وهل ممكن تكون مرتبطة بحادثة معينة في حياته كفاية حلب والنبي هو ثلاث موسم لا 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 ده يتعمل من اكتر من كده جماعة ما هو مش كل مسلسل في الدنيا هيخش في الموسم الرابع ولا الخامس نقول حلب الحلب بيبان مش محتاج فلسفة اكتر من اللازم لا محتاج ننقد ولا محتاج بطيخة في مسلسلات بتنتهي انت وانت بتفرج عليها بتشوفها بتنتهي وبعدين بترجع تقولك هترجع في موسم تاني وثالث ورابع وخامس ده سمو حلب مفهوم في مسلسلات وانت بتتفرج عليها ما انتهيتش الاحداث اللي انا بشوفها نفسها ما انتهيتش يبقى اللي كتابها عارف انه عنده حدوتة هيحكيها لغاية ما ده معين هل في رقم سحري معين بعديه الدنيا بدمها بيتقل مش حقيقي في مسلسلات قعدة عشر مواسم وقعدة على مستوى جيد جدا العشر مواسم في مسلسلات قعدة موسمين معرفش ممكن نقعد سبع تامن مواسم والمسلسل يفضل كويس ايه المشكلة يعني بس هل انا عايز اعرف كل التفاصيل دي فعلا ولا وشوية غموط حيبقى كويس لأ انت مش لازم عاوز تعرف التفاصيل دي كلها بس هو لو قدمها مش تبقى افكار سيئ مش لازم هو على رأي الناس هو لو عاوز ينهي دلوقتي ينهي ايه المشكلة طالما ينفع يتعامل قصة في كل السيزان يبقى نكمل في المسلسل ييس احنا لقين لو واحد ما كانش حيبقى انا الكومنتات بقى بتجري بسرعة مش ملاحق انا لسه مجواب على ده وتلقائيا دلوقتي مستحيل ينهي المسلسل ترند على تويتر وتيك توك يا منهو مسلسلات رغم ان الناس كانت بتموت على اي حاجة جديدة فيها ولك في ووتشمان افضل مثال لا يا جماعة مش كل الناس كلاب فلوس والله مش كل الناس مش كل الصناعة كلاب فلوس مش كل الكلشيات الحمضانة بتاعت التعليق على كل المسلسل صلحة للتعليق على كل المسلسل مش عارف اي اسم المسلسل مع انه مكتوبة اهو يزاي مش عارف اسم اهو اقرأ اهو بص اهي عشان الصورة صغيرة سوري الصورة صغيرة اهي بص شفت عشان نتعلم ما نظلمش الناس تقليبا الصورة مقلوبة يقول لولا الناس ولا كنا هنعرف اللولا ان فيها بني قدمين واقفين ولا كنا هنعرف مين اكتر حد شايفه كان محتاج الفلوس فيها كلهم محتاجين الفلوس فيها كلهم عندهم مش ازار عندهم اواضي حياة وموت يعني بيقولوا في مسلسل قديم اوي كان نفس الفكرة فكرة ان فيه العاب للموت يا جماعة دي مش فكرة جديدة ولا مبتكرة ولا فيها اي حاجة اللي مبتكر جوه المسلسل ده هو كيفية صياغة الاحداث نفسها لكن الفكرة مش فكرة جي مش فكرة ما شفناش قبل كده علي وسطو نايف اه موافق مخرمة سيك ما تبص في ام الباوتش بتاعك ده يعني عمرهم ما كانوا هيخلوا البطل يقتل حد عشان المبادئ بتاعته صح المبادئ ما تتجزقش يا جماعة ايه اللي اثر فيك اكتر الخيانة الصداقة ولا التضحية في ايبسود سيكس اه التضحية بتاعت البنت والبنت فكرة اصل الرجل العجوز دوت مقبولة شوية لانه حتى في المرحلة دي ما كناش نعرف اللي وراه بتاعه لكن البنت التانية انت بقى بنت صغنونة ولسه الحياة في اولها انك تشعر بان اليأس الاقتصادي اللي موجود في البلد ممكن يوصل بنت في العمر الده انها تحس ان حياتها انتهت ساد ورب العباد عيضت في اي مشهد يا مهد لا ما زونش هنا هنوصلت معايا مرحلة العيادة المرة دي خلص معايا انا من الناس اللي بتاعات بسهول العيادة هو انت لسه جاه تتوقع لنا في الموسم الجاي يا جدعد احنا وصلنا للموسم الرابع وفيه عندنا شباب بيكتبوا في الموسم الخامس واحنا عادين دلوقت يا رئيس البطل غشاشه وبيسرق فلوسهم وازاي نصنافه بطل ونتعاطف معاه علشان كل الشخصيات اللي في المسلسل ولاد جزمة فانت بتختار الاقل ولاد جزمة وبتتعاطف معاهم او بتبص لظرفهم الاقتصادية وتشوف ايه دفعهم لده يعني انت لما بتعرف الجدع ده تحول ازاي الشخصية دي في المشهد المصيري في الحلقة الثالثة او الرابعة مش متأكد بالزبط بتعرف هو جاي منين وايه اللي حوله للنوعية دي معا ده علي عشان طيوب علي سرق علي فرق مدير وسرق خد حقه يعني معتقدش ان المدير موافقكم في النقطة دي والله احنا معنا دلوقتي في الستريم تقريبا اربعة تلاف واحد بيناقشوا في بيشاركوا في المناقشة وهو الاكثر ترندقة بدون اي نوع من انواع شغل اللي جاند والناس كلها كان بتتفرج عليه وكل الناس اللي تتفرج عليه ما قامتش غير لما خلصته وتقييماته اجابية عند الجميع بما فيهم المشاهدين والنقاد فلا هو مش هو بس انت قمت بعد نص اول حلقة يا ده غالبا اللي بيحصل لما في حد يجي يخبط عليك وانت قاعد على الكناب يقول لك محمود خش نام جوه كنت متداهد متدايق من مشاهد يا مهدي ما عنديش لها بديل فلا متدايق ولا مبسوط ما انبسطتش بس ما اتدايقتش اتدايقت انك كنت عارف ان البطل مش هيموت اه ونتفلكس لازم تشوف حل المشكلة المهدي ديسمبر حيبقى كسر عالم صعب اعتقد حيبقى فعلا حمل تقيل على قطر انها تنظم الالعاب بتاعة دا سكويت جيم وكسر عالم في نفس الوقت صح? خلاص يا عم علي مسلا انت ماشي في الستريم عامل زي اللي بيقول جواز عطريس من فؤادة باطل عالي مسراء شكل مرتب ودخط حققوه عالي مسراء شكل مرتب دخط حققوه عالي مسراء شكل مرتب ودخط حلص وانا مالي وانا اللي خط موته وما طالعوا حمار انا ايه زن بنا ساتة من نتفلكس اسمه ميد حتشوفه والله لو مش هاشوف بصراحة يعني انا اقل حاجه من الترند ماليش ادع 하고 d Question six and the city مسلسل أطفال كارتون صغير اسمه دراجون سيكس الحاجات الجميلة اللي بترند عندنا في ناصر دي بس اللي ممكن اتفرج عليها غير كده صعب علي يا دود ده الصحوار الصندوق اللي بيتحرق ده ليه في سناديق مش الجسس سايبين سايبين ينهر اسود دي أكتر حاجة ده ما هو يقاردها في حياتي أكتر من اللي شفته في المسلسل كله أصلا سايبين حد في الدنيا يرفير لجسس ويقول عليهم سايبين انت ناقص تقول لي ليه ما كانوش بيتفنوهم مع بعض مرة واحدة مش فرد عايزوهم يحطوا جسس سايبين بقول لك انا مش هكلم في موضوع علي ده عشان ده موضوع مصير للغط وللجدل مش حلع باللعبة دي خلاص علي أمره في ايد ربه انتهينا تكلفة سنديق 120 ألف جنيه في السنة جاسر يحدثكم بباشرة من مقابر رفاعك يا رايك في المناقشة المرة دي يا رايز حلوة بس انا تعبت انا مش هقدر اعمل المناقشة دي كتير انا تعبت والله بجد كل أسبوع اه كل أسبوع هطلع انا مش هقدر اطلع أكتر من طلع واحدة في الأسبوع المناقشة الجاية غالبا هتبقى جيمس بون بقى ولا ايه رامي مالك رامي مالك يا بلد رامي مالك يا بلد يا اللي بتكلف أولادك تدلسه السبت الجاي ويبقى حلو فاشخة وتدلسه هيخلص الجمعة الجاية لا كده يبقى تدلسه عنده كليم يعني انا عايز اضرب كل الحلقات اللي فايتني قبل يوم الجمعة طبعنا نعملها ازاي دي اشيل البوستر خلاص حد عاوز يقول اي حاجة اخيرة قبل من منرفع الجلسة حد عايز يقرأ الاسم بتعلمها انا غالبا هنزل المناقشة دي يوتيوب بس هنزلها كمالة يعني هعمل المراجعة وبعدين هنزل دي كنت عايز اقول انها علي مسرقش ده كم حقوق اشت خلاص رفعنا الجلسة اشتركوا في القناة